بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أتابع معكم أحبتي في الله سلسلة المنظومة الرقمية الرائعة في القرآن الكريم وسوف نعيش اليوم مع الأرقام الثلاثة التي تميز القرآن عدد السور وعدد الآيات وعدد سنوات نزول القرآن أرقام ثابتة يعني مثل الثابت الكوني عدد آيات القرآن 6236 وعدد سور القرآن 114 وعدد سنوات نزول القرآن 23 سنة إذن نحن أمام ثلاثة أرقام الآن سوف نكتشف أن هذه الأرقام الثلاثة لم تأتي عبثا وليس كما يدعي الملحدون أنها أرقام عشوائية بل هي أرقام وضعت بمنتهى الدقة لتحقق المنظومة الرقمية السبعية في القرآن لأننا قلنا هناك منظومة رقمية تقوم على الرقم 7 في القرآن العظيم كل كلمة وكل حرف وكل آية وكل سورة نجد أن لها هذا النظام الرقمي وكله مترابط مع بعضي سبحان الله فهذه الأعداد الثلاثة 23 114 6236 هي جزء من المنظومة السبعية دعونا نتأمل أيها الأحبة أحبة في الله بلغة الكلمات نقول إن الله تعالى أنزل سور القرآن 114 في 23 سنة إذن الله أنزل 114 سورة في 23 سنة أنا سأحول الكلمات إلى أرقام سأخذ العدد 114 والعدد 23 وأقوم بصف هذين العددين نفس منهجنا في دراسة المنظومة الرقمية السبعية يقولنا دائما نصف الأرقام نجد عددا من وضعفات الرقم 7 كلما صففنا الأرقام نجد مضاعفات العدد 7 وهكذا عشرات الآلاف من المعادلات ليس مئات وليس عشرات الآلاف تسير على هذا المنهج فقط لا نتبع أي منهج آخر انظروا أيها الأحبة العدد هنا عدد سور القرآن 114 وعدد سنوات النزول 23 إذا قمنا بصف هذين العددين يصبح لدينا عدد هنا 23114 هذا العدد عندما نقرأه من اليسار إلى اليمين يعني 23114 نجده من مضاعفات العدد 7 يساوي 7 في 3302 وعندما نقرأ العدد من اليمين إلى اليسار أيضا نجده مضاعفات العدد 7 نقرأه من هنا أحبة في الله نقرأ الأربعة أولا ثم الواحد ثم الواحد ثم الثلاثة ثم إثنان يصبح لدينا أربعة آلاف أو عفوا واحد وأربعين ألف ومئة واثنين وثلاثين هذا العدد أيضا مضاعفات العدد السبعة يساوي 7 مضروب في خمس تلاف تمام مئة وستة وسبعين إذن أحبتي في الله الله أنزل 114 سورة في 23 سنة حولنا هذا النص إلى أرقام فقط أخذنا 114-23 تشكل لدينا عدد 23114 هذا العدد سواء قرأته من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين يبقى قابلا للقسم على سبعة من دون باقي أي من مضاعفات العدد السبعة سبحان الله طيب هل نجد هذه القاعدة تستمر معنا دعونا نتأمل هنا أيها الأحبة يمكن أن نقول في لغة الكلمات إن الله تعالى أنزل آيات القرآن الـ 6236 في 23 سنة بلغة الأرقام نأخذ الرقمين فقط 6236 والعدد 23 يصبح لدينا عدد 236-1236 هذا العدد أيضا يقبل القسم على سبعة بالاتجاه يعني إذا قرأناه من اليمين إلى اليسار 236-1236 مضاعفات السبعة وإذا قرأناه من اليسار إلى اليمين يصبح 632-1632 أيضا مضاعفات السبعة سبحان الله طيب الآن هل تستمر هذه القاعدة؟ نعم تستمر وتتكرر كما قلت لكم وأؤكد عشرات الألاف من المرات وهذا يستحيل يستحيل أن تكون كل هذه المعادلات بالمصادة فدعوني أتابع معكم أيها الأحبة لو قلنا بلغة الكلمات إن الله أنزل 6236 آية ووضعها في 114 صورة يعني أخذنا العددين 6236 عدد آيات القرآن وأخذنا العدد 114 عدد صور القرآن وقمنا بصف هذين العددين نجد عددا هو 1.146.236 هذا العدد أيضا يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين يعني إذا قرأناه من اليسار إلى اليمين 1.146.236 يساوي سبعة مضروبا في 1.163.748 هنا أيها الأحبة وإذا قرأناه بالعكس يصبح 6.326.411 أيضا يبقى من مضاعفات لعدد سبعة يساوي سبعة في 93773 طيب سبحان الله يعني لو فكر أحد أيها الأحبة بتحريف القرآن لو فكر أحد بتحريف آية من آيات القرآن زيادة آية أو نقصان آية زيادة سورة أو نقصان سورة سيختفي هذا النظام أحبة في الله لذلك أنا أقول دائما إن هذا النظام العدد البديع يشهد على صدق كلام الله تبارك وتعالى يشهد على أن الله سبحانه وتعالى هو من أنزل القرآن يعني سأتي معكم الآن إلى نظام جميل جدا في القرآن رقم أول سورة ورقم آخر سورة رقم أول سورة تأمل أحبة في الله واحد هي سورة الفاتحة رقم آخر سورة هو 114 وهي سورة الناس إذا قمنا بصف هذين العددين يعني العدد واحد والعدد 114 يعطينا عدد 1141 هذا العدد أيضا مضاعفات العدد السبع يساوي 7 في 163 وإذا تابعنا أيها الأحبة نجد أن لدينا مئات وآلاف بل عشرات الآلاف من التناسقات العددية التي تسير على نفس هذا النظام فأنا أود أن أوجه سؤالا لكل من يشكك بهذا القرآن هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الأرقام لتحقق هذه المعادلات الرقمية يعني العدد 114 سور القرآن مع العدد 23 يعطينا عددا من مضاعفات السبع بالاتجاهين لاحظوا هذا النظام يتميز به القرآن أن تقرأ الأعداد باتجاهين يمين ويسار وهذا النظام يذكرني بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جرود الذين يخشون ربهم والله سبحانه وتعالى قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني سبعا من المثاني إذن هناك نظام يقوم على الرقم 7 يعتمد على مضاعفات العدد السبعة على مكررات العدد السبعة وبالتالي هل يعقل أن نجد عدد السور مع عدد السنوات وبالتالي هل يعقل أن نجد عدد السور مع عدد السنوات يعطينا عددا يقبل القسمة على سبعة باتجاهين وعدد الآيات مع عدد السنوات النزول يعطينا عددا من ضاعفات السبعة باتجاهين وحتى لو قمنا بصف عدد الآيات مع عدد السور أيضا نجد عددا من مضاعفات السبعة طيب كل هذا أيها الأحبة هل جاء بالمصادفة؟ والله إن هذا النظام يشهد على وجود شفرة رقمية في القرآن تقول لكل من يشكك بهذا القرآن إن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى حفظه من التحريف وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إن شاء الله نستكمل هذه السلسلة الرائعة في حلقات قادمة لنكتشف المزيد من عجائب القرآن العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته